للساكن في إقليم كردستان مشهد يغيب عنه فترة لكنه يعود ومسلسل الهجمات بالطائرات المسيرة عرفته أربيل فيما مضى لكنه عاد في آخر أسبوع من العام الماضي استهداف المفخخات المسيرة لقواعد عسكرية تابعة للتحالف الدولي ضد داعش واستهداف مقر عسكرية للبشمرقة وأسقاط مصيرات في أربيل ومطارها موجة أعادت التساؤل الرسمي والشعبي في الإقليم حول طبيعتها ومن يقف وراءها وسيل الادعاءات من نوع استهداف مقر إسرائيلية والتي نفته جملة وتفصيلا حكومة الإقليم أو استهداف مصالح أمريكية وهو ما لا يبرر خرق السيادة العراقية كل ذلك لم يأتي بجديد على تكرار دوامة لغة العنف والسلاح المنفلت لكنه وصل إلى قناعة تام لدى أحزاب سياسية في أربيل بما لا يدع مجالا للشك أن تلك الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة خارج عن القانون تدعمها جهات خارجية هدفها الأساس استهداف استقرار العراق وبشكل أدق خلق الفوضى والخلاف بين حكومتي المركز والإقليم وتلك ضريبة يدفعها العراقي على الدوام سواء في إقليمه أو في أي مكان آخر على أراضيه يرى المراقب للمشهد الأمني أنه التحدي الأبرز لدى العراق والذي يدخل عامه الجديد دون الخلاص منه ويكمن التحدي جليا بالقضاء التام على السلاح المنفلت واتمادي الهجمات الخارجية عن القانون على الأرض العراقية لما لخطورتها من ضرب لمعادلة الاستقرار وإشعال الخلاف بين حكومتي البلاد في بغداد وأربيل وهي محاولات يؤكد الخبراء أنها أهداف تغذيها بالفعل جهات تحرص على إدامة الفوضى وعدم إنجاز التقدم في كردستان وعموم البلاد والأبعد من هذا كله تعزيز صورة عدم الاستقرار العراقي وهو ما يضرب سيادة ومصلحة العراق الذي يعتبر صمام أمان للمنطقة والعالم اشتركوا في القناة